اشتركوا في القناة المعبدة تمنع طلبة المدارس من الذهاب لمدارسهم وسط اهمال حكومي متعمد في العنوان الثالث العنصرية وغياب الروح الرياضية ابرز ملامح مشجعي ملاعب كرة القدم في العراق اهلا بكم البصرة اذا او تستمر مظاهرات شباب البصرة المتفضين من امام مبنى مجلس محافظة البصرة وحديث المتظاهرين عن استخدام القوات الحكومية للقوة والغازات المسيلة للدموع فنشاهد بسم الله الرحمن الرحيم ناس كانت مظاهراتنا السلمية وقد تعرضنا من قبل القوات الامنية على قمع وضربنا بالغاز المسيلة للدموع واعتقالات اضافة الى مطاردة الشباب وقمعهم الى خارج محافظة البصرة وبذلك هم من بدأوا ولسنا من نحن نحن خرجنا بمظاهراتنا السلمية كافة محافظات البصرة امام مجلس محافظة البصرة هم من بدأوا بقمعنا نحن خرجنا ناس سلميون خرجنا بالتصفيق فغض واهتافاتنا سلمية وسنبقى سلمية وسنحافظ على سلميتنا واي شخص يقول انا امثل البصرة لا يمثل البصرة جميعا نحن سنمثل البصرة الشباب شباب البصرة من يمثلون البصرة ولن نسمح لأي احد باستخد هاشوفوا هاشوفوا القوات الامنية الحمد لله وشكور متعاونين ويانا اطلنا هذا البخاف طبعا مستقون نبيه خلوا الجهات نستمر في هذا الاطار حيث قامت القوات الحكومية بتفريقة المتظاهرين في محافظة البصرة بالرصاص والغازات المسيلة للدموع فلنشاهد تجربة المتظاهرين اشتركوا في القناة وايضا نتابع اعتداء القوات الحكومية على متظاهرية البصرة بالغازات المسيلة للدموع خلال المظاهرات الليلية التي شهدتها المدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا نتابع تعرض رجل مسن لحالة اختناق بالغازات المسيلة للدموع خلال التي اطلقت القوات الحكومية لتفريق المتظاهرين في البصرة اشتركوا في القناة ونبقى في هذا الاطار مع اخر المقاطع لدينا في هذا الخصوص حيث تستمر التظاهرات الليلية في مدينة البصرة طبعا ضد الاحزاب الحاكمة التي تريد ان تتقاسم السلطة في المحافظة اشتركوا في القناة 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 ونتابع أيضا طريق مدرسة الواقدي في طاب قضاء الحمزة تابة لمحافظة الديوانية حيث لم يتمكن الطلب من الدوام سوى يوم واحد فقط في الأسبوع مما اضطر الأهالي إلى القيام بجهود ذاتية لتعبيد الطريق ولو بشكل بسيط هذا اليوم طريق الطابو سيارات واقفة يوجد سيارة المعلمين مطافة طام شيني هناك سيارات الطريق في مكان البلدي سيارات طالة الوارة طام شيني نبقى في هذا الإطار ونتابع مع حضراتكم ونشاهد حال مدرسة المقدام الابتدائية في بغداد مرضي كنت أخبرهم في القصة أمامه السلام عليكم اشتركوا في القناة ما هي ناركت نتابع أيضاً لحاله مدرسة تشبيليا تابعة لتربية القرمة في محافظة الأنبار بسم الله الرحمن الرحيم هذا حال واقع مدرسة تشبيلي الفداية هذه الصحيات طبعاً عبراً منظر صحيات مو نظيفة يقولون صحياتية لا باب ولا شيء هذا الخزان أطفال للداومين بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك المدرسة قيد الإنجاز يعني بمراحلة نهائية وسع لنا المقاول يقول بعد بيه شغل أربعة شهر أو ثلاثة شهر هذا ما تشوفون طبعاً الدكتور نافع أمر تربية قسم القرمة صرف كرفان فوراً تشذب كل شيء ما جابه هاي الأربع كرفاناتي قلت لكم عليها هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا أربعة مدرسة تشبيلي الابتدائية قرمة ناحية الخيرات ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام طبعاً الرياضات بشكل عام لا يجب أن يكون هناك روح رياضية فيها تتمتع بها الجماهير ويتمتع بها اللاعبون إن كانت رياضة كرة القدم أو أي رياضة أخرى تلعب في العالم لكن الشغب وغياب الروح الرياضية أيضاً أمر وارد وأيضاً في جميع أنحاء العالم للموضوع لا يقتصر فقط على العراق لكن استخدام الألفاظ النابية واستخدام الكلمات الجارحة واستخدام الشعارات السياسية هذا أمر يجب أن يكون مرفوضاً ربضاً قاطعاً من جميع الهيئات المسؤولة على الرياضة في أي بلد في العالم دعونا نشاهد تهجم جماهير نادي القوة الجوية على جمهور نادي الزوراء ننتقل إلى موضوع آخر أيضاً بنفس الخصوص لكن مقطع آخر وهو رد جمهور نادي الزوراء والتهجم على نادي القوة الجوية أثناء مباراة نادي القوة الجوية ونادي الشرطة ترجمة نانسي قنقر نتابع الآن حالة أخرى في غاية الخطورة أخطر من حديث فقط وأخطر من كلمات تخرج من لسان مشجع هذه المرة جماهير نادي كلار نادي يلعب في دور كردستان لكرة القدم تهاجم حافلة فريق خانقين ضمن دور كردستان في غياب واضح طبعاً وسوف تشاهدون الآن هذا ليس فقط غياب للروح الرياضية هذا التعدي ومحاولة لإذاء أرواح الرياضيين الموجودين أرواح البشر دعونا نشاهد لا تعليق على ما شاهدناه الآن ولكن في المقابل دائماً ما تكون هناك الروح الرياضية دائماً هي موجودة في أي مكان وفي أي وقت مباراة جمعت بين فريقي معهد الأنبار ومعهد الكوت ورغم خسارة معهد الكوت إلا أنه قام أو مشجعوه قاموا بالهتاف والاحتفال بفوز فريق الأنبار طبعاً بروح الرياضية جميلة نتمنىها أن تحدث في جميع الملاعب دعونا نشاهد طبعاً ألف مبروك بفوز الأنبار على الكوت على رحاين إهدي من طلاب واصل هل الأنبار تدري الزمان وداري وداري أكبر مصدر تدري الحاج الكلية أكبر جانب الغاري هل الأنبار هل الأنبار هل الأنبار هل الأنبار هل الأنبار أهلاً بكم الجديد مشاهدين الكرام فقرة أراؤكم لدينا موضوع مهم للغاية موضوع الضحك على عقول الناس الآن في العراق تحديداً موضوع الغش والخداع الذي تتبعه السلطة الآن الموضوع ليس بجديد موضوع عرفناه وشاهدناه منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة الخداع الذي جاء مع الاحتلال والخداع الذي شاهدناه حتى بعد أن قيل أن الاحتلال خرج في عام 2011 لكن بقي هؤلاء متمسكون بأفكارهم أفكار التشويش أفكار الخداع أفكار التضليل الآن عملية إكساء حدثت لأرصفه في شارع الجزائر في محافظة البصرة أيضاً بعض المناطق الأخرى هي عبارة عن سجادة أو من الزرع الصناعي مادة معينة موضوعها بشكل غير منسق حقيقة شوه الشارع أكثر مما هو مشوه في طبيعتي أو في واقعه دعونا نشاهد في البداية المقطع الذي انتشر على فيسبوك السلام عليكم أخوان إحنا مقابل محطة وقود الجزائر النموذجية جاي شوفونا الحديقة المرتبة الفضل الله اللي عدلوها البلدية حديقة حلوة صورة هاي أخوات صغيرة وشوف هذا الثيل بيعجبكم بشرفكم مجلس تحون أربدولاً يا مجلس محافظة لأن هذا الثيل هو هذا السجاد الأخضر اللي حطيناً هذا مو ثيل هذا السجاد الأخضر مو عب مو خزي لا تسلحون سجاد أخضر تفرشون بالشارع فوق التراب وتفهمون الناس على أنهم ثيل لا تسلحون لا تسلحون لا تسلحون لا تسلحون لا تسلحون الناس على السجاد فوق التراب العوائل من تطلع تطلع عليها من تقعد الناس عليها من تقعد ثيل على السجادة مو المفروغ ها ما ينزلح ثيل ولكم بيش هو الثيل اللذبه مالته بخمسمائة دينار هذا على مو تسلقون بي ملايين إلى متى؟ إلى متى هذا الشعب ساكي؟ يا ناس وخطنوا يا ناس ابتهموا ناس جاي تسلقكم والله ما على الأسف حسبي الله ونعملوكي دعونا نتابع التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع لدينا فرح تقول وهاي وراها تبعات أخرى لازم مشروع المكناس الكهربائي حتى ينطفون الزوالي في تعليق آخر ميثم يقول محتارين الشون يبوقون مرة ترسوا الشوارع النخل وبدون أي عناية أو سقي منظم مرة جابوا هالزولية أو هالزوالي وبدوا يفرشون بيهن أما سالفة تبديل الأرصفة والمقرنصة هاي موضوع عظيم في تعليق آخر أبو سالم يقول المتظاهرين طلعوا على التعينات والماء الصالح للشرب والخدمات مو على الزولية آخرتها ياكل هالتراب ضمن التعليقات أيضا أكيل تقول مشاريع تخدم العراق متروكة مثل ميناء الفاو مشروع بسماية وغيرها والجماعة تصرف مليارات على الساحات والأرصفة جوهري يقول وفروا الماء ثم العيشة الكريمة ووفروا فرص العمل للمواطن وبعدين فكروا بالبساط الأخضر والأمور الترفيهية ولدينا أيضا رائد يقول والله الناس اللي جاي تخطط وتوافق على هاي المشاريع ما تستحق أن تعمل بجمع النفايات يعني شاهدتم مشاهدين الكرام التعليقات امتعاض شديد من عملية غسل الأموال التي شاهدناها بأبسط صورها وموضوع ضحك على عقول الناس البسطاء ضحك على عقل المواطن العراقي من أجل إيهامه أن هناك ربما مشاريع تقدم ولكن المواطن أفضل من أن يتم الضحك عليه بهذه الأساليب الكلاسيكية للغاية الآن الوضع في البصرة وضع مختنق للغاية لا يحتمل التعامل مع المواطني سواء في البصرة أو غيرها بهذه الطريقة يجب أن يكون هناك حل جذري ناجع من أجل إنهاء معاناة المدنيين في محافظة البصرة نراكم بعد قليل الوسم هو بعنوان نعم لإلغاء مجالس المحافظات وسم عراقي تفعل معه النشطاء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي نبدأ من رؤوفي الذي يقول خطوة على الطريق الصحيح نطالب بإلغاء مجالس المحافظات التي أصبحت أشبه بمكاتب مقاولات الأحزاب أثقلت ميزانية الدولة كل عضو يتمتع بمكتسبات وزير في تغريدة أخرى أبو مهدي يقول مجالس المحافظات عبارة عن حلقة زائدة في العراق وبؤرة للفساد والسرقات يجب حلها أو تحويلها إلى مجالس إعمار في تغريدة أخرى حيدر يقول لأنه حلقة فساد أكبر من البرلمان ودرجات خاصة ترهق ميزانية المحافظات والبصرة الدليل الأوضح وفي آخر التغريدات مشاهدين الكرام حسنين اليسري يقول إلغاء مجالس المحافظات واحد من المطالب المهمة للقضاء على الفساد تظاهرات البصرة انتبهت جيدة لهدر المال الكبير بسبب هذه المجالس لأنها تعمل اليوم لصالح الأحزاب لا لصالح مدنهم إذن تابعنا مشاهدين الكرام هذه التغريدات التي وردت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بخصوص هذا الهاشتار نراكم بعد قليل أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام موضوع أو مجموعة من المواضيع التي نطرحها بفقرة بعض الهاشتار موضم الأحيان تتنوع ما بين قضايا اقتصادية قضايا أمنية سياسية وأحيانا ترفيهية ولكن نتابع الآن من العراق عملية ابتزاز تتعرض لها العائلات الثرية في محافظة بغداد فنشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اذن مشاهدين الكرام نتابع الآن موضوع آخر وهو مدن العراق المنكوبة التي تعاني من الأوبئة والفقر فلنشاهد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة